ما العسمة أيها الإخوة الكرام؟ ما العسمة من هذه الفتن؟ ما الحافظ بإذن الله تعالى من هذه الفتن؟ ما العوامل والأسباب التي بموجبها بإذن الله يحفظ الله تعالى العبد من هذه الفتن والضلالات؟ لا شك أن الإنسان معرض للغفلة ومعرض للتقصير ومعرض للإساءة ومعرض للخطأ ولكن عليه أن يسعى إلى حفظ نفسه من هذه الفتن لأن القصور في الإنسان سواء في عبادته أو التقصير في الإبتعاد عن المعاصي كلما ضعف لديه الجانب الأخروي أي الخوف من الله عز وجل فإنه يزداد تقصيرا في الطاعة وإقبالا على المعصية على إثر ما يرى من الفتن نعم ولكن إذا اعتصم بالله واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير فإن الله تعالى يحفظه بإذن الله ويثبته على الحق حتى يلقاه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر